مساكم الله بالخير ردعه أيام زمان للأسف ما شافوا الهلال لا أهل الفجر ولا أهل العصر ولا أحد بلقهم بشي عنه واضطروا إلى إتمام شعبان ثلاثين يوما ليكون الصيام في اليوم التالي وهنا اتضحت الرؤية أمام ردعه وجاراتها من حيث القول الفصل فالرجال التجهون للمسجد القشاش الخاص بالحارة يتفاقدون الخسف والأتريك أو الفانوس ويرشون الأرضية بالماء لتخفيف الحرارة وردعه وجاراتها يجدون في تجهيز ما ينقصهم أو يجدون في تجهيز ما ينقصهم ويشوفون منه ناقص عليها حاجة يقومون تجملون معها يوقضون حاجتها وهكذا هم أهل القرى متعاملين ردعه تعليل لهم إن بكرة يا حريم ما في الصيام يعني نتلفلف الدارية من العصر ونشوف شغلنا ننظم المهاجين وكل وحدة ترتب محلها وتحط مهجانها وتجهز حبها وتجيب معاها أي حاجة على يدها طبعا جاراتها هذه تجيب قهوة وهذه تجيب حلاوة وهذه تجيب شوية مشبك وصباء زينب وما يلزم من لوازم لهذه الصهرة العائلية يا جماعة فيهم كرم فطري طبيعي صراحة فيهم كرم فطري طبيعي لا يحده حدود في سبيل أنهم يعيشون حياة جماعية تعاونية لله درك يا ردع على هذا كم ليالي جنابا من أجل ليلة كم ليالي جنابا من أجل ليلة والفرح محبوس ماشي في حيلة كلهم قريات حوس كملوا شعبان والفرحة تقرب ما بقلا يوم والناس تبهب بعد ما تشوف الهلال يشكرون الله عادم شهر عاده يشكرون الله عادم شهر عاده بالبشر والخير تتلقى عباده بالبشر والخير تتلقى عباده بالسعادة والسرور وابتدنت انتابهم أحلى المشاعر الله عزيزي أما في شق النساء تسري مساري بمقعد هزو وهزو بمشباري صففوها في العقاب كالناس معرسة وما يلقون طارف لفلفواني ولا بقوا مصارف كل ذلك لم طحين ليلة مشهودة تقول دخلة عروسة يعتنون فيها وحوسة فوق حوسالين ضحضح بم نوار تنكتع ردعا ألا فحاح عنها تنكتع ردعا ألا فحاح عنها فوق شبريها وتسمع شي منها هزبم دارا وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة